يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعك اللقاءة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند النهاردة حلقة خاصة لأنها بتصبق مباراة اليوم الهمة جدا للنادي الأهلي أمام فريق فيوتشر القوي مباراة صعبة ومهمة هتبتدي أو هتنطلق في تمام الساعة السامنة مساء على استاد الأهلي والسلام ومن نسبة المباراة بتاعة فيوتشر يعني من تنظيم فيوتشر لكن هم أيضا بلعبوا على نفس الملعب فأكيد مترقبين هذه المباراة هيكون عندنا كل الكواليس اللي بتتعلق باستعدادات النادي الأهلي الأخيرة وتحرقاته في تجاه الملعب قبل انطلاق هذا اللقاء الهم جدا إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيه عندنا كلام كتير قوي 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 بخصوص هذه المباراة على مدار فقرات الحلقة المختلفة النهاردة من التريند لكن كمان منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم وتوقعتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة اليوم في ظل غياب عدد من اللعابين في مختلف خطوط الفريق فتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وحناخد تفاول حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الأخير من حلقة النهاردة لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يواجه فيوتشر الليلة في الدوري بالتوفيق ان شاء الله الأهلي لم نحسم حقوق رعاية الأستاذ وأخيرا انضمام صلاح والنيني للمنتخب 3 يناير استعدادا لأمم أفريقيا رب التوفيق لمصر طيب ماتشاط اليوم النهاردة في عدد من المباريات بالتحديد فيما يتعلق بالدوري المصري هي مباراة وحيدة ما بين فيوتشر والأهلي مباراة ساعة 8 إن شاء الله الأهلي يكون موفق صعوبة هذه المباراة بتكمن في أنك بتلعب بعد الفوز ببطولة كبيرة وفرحة كانت أكبر وهي بطولة اللي سوبر راح نتكلم على الجزئية دي بشكل مفصل لاحقا ده فيما يتعلق بالدوري المصري وبالمناسبة هي آخر مباريات النادي الأهلي قبل فترة التوقف طويلة بسبب المنتخب وبسبب مشاركة الأهلي بإذن الله واحد أحد في كاس العالم وأيضا مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا فلسه مشاركة الأهلي هيرجأ يلعب في الدوري إمتى بعد انتهاء هذا اللقاء المهم أن تتخلص المطش ده كاسبان بإذن الله العالمة بتاعتك تكون كاملة فوز في سبع مطشات من سبع مطشات بإذن الله واحد أحد الدوري الإنجليزي بقى النهاردة في عدد أيضا من المباريات المهمة منشستر سيتي مع ليستر سيتي منشستر سيتي تقدم بهدف في ديار الخامسة لكيفن دي بروين عمل أسستر فرناندينو ومنشستر سيتي ماشيين بشكل مميز جدا مباراة بالمناسبة بتادي تسعة خمسة وفي نفس التوقيت في أيضا أكثر من مباراة ما بين طبعا توتنام هوتسبر مع كريستر بيلس تعادل مازال سلبي وستام ينايتد مع ساو سامتون تعادل أيضا سلبي نوريتش سيتي مع أرسنال وتعادل بدون أهداف حتى الآن ده بخصوص المباريات اللي هتبتدي الساعة خمسة بالمناسبة أرسنال تقدم بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساكا من صناع ليه أوديجرد على نوريتش سيتي في ملعب نوريتش أيضا ساو سامتون تقدم على وستام ينايتد بهدف مقابل لاشيء واضح أن الجولة بدية بشكل ساخن جدا 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 أما الساعة سبعة هتكون مباراة أسطن فيلا مع تشيلسي والساعة عصرة بالليل هتكون مباراة برايتون مع برينتفورد مباراة هتكون مهمة جدا من المفترض طبعا أو خلاص تم إلغاء عدد من المباريات أبرزهم طبعا مباراة ليفربول مع ليتز ينايتد ده بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا وأيضا في مباراة أخرى تم تأجيلهم وهي مباراة ويلفر هامتون مع واتفورد وبيرنلي مع إيفرتون بخلاف مباراة أخرى ليتز ينايتد مع أسطن فيلا ستكون الأسبوع اللي جاي في بطولة الدولة تم الإعلان عن تأجيلها رسميا أيضا بسبب نفس الأمر وهو تفشي فيروس كورونا ده فيما يتعلق بمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وأيضا نتكلمنا خلاص عن مباراة الدوري المصري لكن عندنا كلام أكتر بكتير وكواليس مهمة قوي بخصوص تحرقات الأهلي واللحظات الأخيرة والساعة الأخيرة قبل مباراة اليوم قبل فيوتشر وهذه المباراة الأهمة جدا فبالتالي استنونا بعد فاصل أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما نتكلم عن مباراة اليوم الهم أمام فيوتشر فيه كان بس حاجة مهمة كده لازم نتكلم عنها وبالتحديد فيما يتعلق باستاذ النادي الأهلي لأن بعض الأخبار خرجت على مدارة 48 ساعة اللي فاتت أن الأهلي استقر خلاص على الشركة اللي هتعمل الأستاذ واللي هتسمي الأستاذ على اسمها لسه بيتفق على الفترة المحددة اللي بقى الأستاذ بيحمل اسم هذه الشركة وأن خلاص الأهلي في خطواته الأخيرة والنهائية الكلام ده غير صحيح بالمر وبالمناسبة يا جماعة استاذ الأهلي داحل منها كلنا كأهلوية ومجلس الإدارة يعني ما بيبخلش بأي مجهود في طريق إنجاز هذا حدث الهم أو هذا الإنشاء المهم جدا جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي وهذه منشأة يعني تحديدا فأول ما هيبقى فيه حاجة رسمية الأهلي حيقلن على طول لجمهورهم لأن الكل مترقب والكل عايز الحلم ده يتحقق والكل منتظر فيه خطوات مهمة بيقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي وبيتم الإعلان عنها لكن الخطوة الأخيرة دي حتى الآن لم تنتهي فبالتالي حقر لحضراتكم خبر وإعلان النادي الأهلي بخصوص أنه لسه ما حسامش حقوق رعاية الأستاذ وده اللي قاله النهاردة الأهلي لم نحسم حقوق رعاية الأستاذ وشركة المنشآت تدرس كافة العروض نفت إدارة النادي حصول أي شرك على حقوق تسمية وتمويل مشروع أستاذ النادي الأهلي وقال الدكتور سعد شربي المدير التنفيذي لنادي إن ما يتردد فيه هذا الشأن غير صحيح بالمرة وإن النادي تلقى بالفعل العديد من العروض المحلية والعالمية الخاصة بالأستاذ وده حقيقي لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة وإن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية سوف تجتمع خلال هذا الأسبوع لمناقشة تلك العروض لاختيار الأنسب وما يحقق مصلحة الأهلي وطموحات أعضاءه وجماهيره يعني باكتضاب وباكتصار كبير جدا جدا الأهلي وضح الموقف بالنسبة لكل جماهير وأعضاءه فأي حاجة تسمعوها غير كده هي غير صحيحة بالمرة إحنا في انتظار إيه؟ في انتظار إن خلاص يعني الناس حتى قالوا لنا النهاردة إن خلال أسبوع حيبقى فيه اجتماعي يحسم يعني الملف ده بشكل كبير أسبوع بقى عشر تيام أيا كان هو الهدف إيه؟ إن الهدف اللي الأهلي بيحاول يكسب أكبر مكسب مادي واقتصادي واستثماري من خلال إنشاء أستاذ النادي الأهلي فبيتتالي عنده عروض كتير قوي بيدرس بيشوف الأنسب لمصلحة الأهلي وجميره إيه؟ وأعضاءه وعيتم اتخاذ القرار وإحنا واسقين في كده جدا جدا ومتمنين بشكل كبير قوي فده فيما أتعلق به موضوع الأستاذ في حاجة بقى تانية مهمة جدا تفكرين من عشر تيام كده أو أكتر شوي طلع الأستاذ أحمد مجاهد قال لك يا جماعة ليس كل ما يعرف يقال حلو يا أستاذ أحمد وبعدين بصوا بقى الأهلي هلعب بكامل نجومه في كلاس العالم والمنتخب هلعب بكامل نجومه في طولة الأمة أفريقية طيب السبب إيه؟ إزاي هيحصل الكلام ده بشوهندس قال لك مش حاول ليس كل ما يعرف يقال أنا بأكد لكم وما هون كذا 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 لحد دلوقتي النهاردة إحنا كان في الشهر كان قلولي إحنا 26 ديسمبر كاس الأمة الأفريقية إمتى يوم 9 يناير بشكل رسمي خلاص بقى كاس العالم الأندية إمتى ها يوم 3 فبراير نهاية كاس الأمة الأفريقية النهائية هيكون إمتى يوم 6 فبراير طب الوضع إيه؟ الوضع حتى اللحظة دي على ما هو عليه حتى اللحظة دي أي حاجة قالها المهندس أحمد مجاهد لم تتحقق بعد فإحنا بس بنفكر كيف بنفكره بنفكر الناس أكيد في محاولات مستميتة بتحصل من الأهل وخطابات وإجراءات وأمور كتير جدا بتحصل لشان نحاول بقى دلوقتي الأمل في إيه؟ الأمل إن كاس العالم الأندية يتأخر بدايته أربعة أيام بس بحس إن بإذن الله واحد أحد لو منتخبنا الوطن يا رب يوصل المبرارة النهائية ويجيب لنا البطولة يبقى فيه فرق أربعة أيام ما بين نهاية البطولة وبداية كاس العالم للأندي إيه اللي هيحصل على مدار الفترة اللي جاية حنشوف حيبقى فيه جديد بخصوص الملف ده مش عارفين لسه لحد دلوقتي فيه مساعي بتحصل آه آه بصراحة بيحصل مساعي كلام المهندس أحمد مجاهد تنفذ لحد دلوقتي ما تنفذش فإحنا بس بنفكره باللي هو قاله وحنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية نفسنا جدا أن كل أي حد بيمثل مصر يمثل مصر خير تمثيل وأي حد بيمثل أفريقيا يمثل أفريقيا خير تمثيل هو النادي الأهلي في كاس العام الأندية زي ما بنتمنى جدا طبعا وده الأولوية وأي حد يقول لك غير كده يبقى بيهزر يعني أولوية منتخبنا الوطني الأول ما فيهاش نقاش ولا هزار خالص ما فيهاش فزي ما احنا بنتمنى أن المنتخب يا رب يكون موفق في كاس العام الأفريقية ونرجع هذا اللقب الغائب بإذن الله كمان نتمنى أن الأهلي يكون مكتمل ويكون موفق في تحقيق أحلام جماهير وأحلام القرى الصمراء في كاس العالم للأندية فالجزئية دي بس حبينا نفكر بعض بيها ونفكر المهندس أحمد المجاهد ونفكر المسؤولين عن القرى في مصر وفي أفريقيا والكاية في الاتحاد الدولي للأفريقيا يشوفوا لنا حل في الموضوع ده لأنه ده أمر غاية في الأهمية والأهلي يا جماعة مش أول مرة يشارك في كاس العام الأندية يعني ده الفريق اللي في أفريقيا اللي بتتبني عليه أحلام القرى فلازم يكون في تأدير لبطل القرن في أفريقيا وأكتر فريق حاصل على أرقاب قرية في أفريقيا وتاني أكتر فريق حاصل على أرقاب قرية بعد ريا المدريد بفرق بطلتين يعني حاجة كبيرة حنتكلم على اسم كبير جداً اسم النادي الأهلي يعني عنده عدد كبير من لعابين الدوليين انت تقريباً هتفتقد تسعة أو عشر لعابة في كاس الأمم الأفريقية فإن شاء الله خلينا متفقلين ونشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام القليلة المجرد ده فيما يتعلق أيضاً بهذا الملف تعالوا بقى نتكلم عن مباراة النهاردة ما بين الأهلي وفيوتشر هي مباراة غاية في الأهمية لعدة أسباب أول حاجة انت عايز تختم المرحلة دي قبل فترة توقف طويلة لك في بطولة الدوري أحيب عندك كسر ربط أنا كنا بتكلم عن بطولة الدوري عايز تختم المرحلة دي وانت كذبين كل المتشاط انت العبت ست مباريات خطة 18 نقطة الحمد لله سفر هزيمة سفر تعادل تكسب النهاردة تستعيد الصدارة نقطتين عايز مالك اللي هيكون لعب مباراة أكتر منك كمان تعصر بيرامد زنبارح بالتعادل مع انبي واحد واحد فبالتالي انت بتحاول تسبق بدري بدري في بطولة الدوري الأهم كمان من مباراة النهاردة أو في مباراة النهاردة ان انت منتشي بفرحة الفوز بالسوبر وفرحة كانت كبيرة لان الفوز كان بسيناريو صعبة قوي بظروف صعبة بضغط كبير جدا كان على اللعيبة فبالتالي انفجرنا في الفرحة فرحنا جدا جدا وده اللي بيصعب الأمر على طول في أي مباراة تالي أي بطولة أو فرحة كبيرة فمن هنا وجب الحظر من هنا وجب التركيز على كيفية الفوز في مباراة اليوم وحسماها رغم ان انت بتلاعب فريق قوي جدا جدا ما أصعب مباراة أي فريق بعد الفوز بأي بطولة فبالتالي احنا طبعا واسقين في الجهاز الفني واسقين في اللعيبة واسقين في كل العناصر الفرقة لكن في نفس الوقت مهمة أول ان انت تحاول بقدر المستطاع ان انت تكون راكب المطش بلغة الكرة تحاول تخطف هدف الأول لانت بتلاعب فريق قوي بالتالي انا هقول لحضراتكم قائمة الاهلي او افكر حضراتكم بها الخاصة بمباراة اليوم وحكلم برضه على فريق فيوتشر لان فريق فيوتشر مميز جدا قائمة الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة محمد الشدناوي علي لطفي مصطفى شبير في حراس المرمى ياسر إبراهيم بدر بنون الرمي الربيعة محمد هاني أكرم توفيق كريم فؤاد علي معلول محمود وحيد حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفش حسين الشحات طهر محمد طهر ميكيسوني أحمد عبدالقادر عمار حمدي بيرسي تاو أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف دي قائمة الفريق في مباراة اليوم هننتظر إيه الإعلان عن التسكيل الرسمي أعتقد خلال يعني ساعة ونص من دلوقت أما بقى قائمة فيوتشر فبص بقى على الأسماء لأن انت أولا عندك مدير فني مميز وهو كابتن علي ماهر فيوتشر عندهم في حراس المرمى محمود جنش مش عارف هو كمصاب بس يعني طوالما وجود في القائمة يبقى أكيد أصبح سليم وحيكون موجود في المباراة يعني هو حارس فيوتشر الأول ومعه محمود حمدي ومحمد طارق دول الحراسخات الدفاع أتعالى عندك ساعد الدين سمير خبرة كبيرة جدا ولعيب مميز أوي أوي محمد عبد المنعم خامة أكثر من رائعة وشوفناها في كاس العرب في المباراة اللي لعيبها كان ممتاز أمام قطر واللي اتنين طبعا معارين من النادي الأهلي محمود مرعي جوزيف جونسان طبعا باكليفت مميز جدا طريقتها كمان لعيب جيد ربيعة معرفش مين ربيعة في الحقيقة خط الوسط كريم ندفت لعب الأهلي المعار مصطفى البدري لعب الأهلي المعار واللي اتنين لعيبت وقال قوي قريم ندفت كمان ابتدى يستعيد مستواف شكل مميز بعد فترة كبيرة جدا من الإيه من الإصابة محمد فاروق طبعا لعب المخادر في الدور المصري ناصر ماهر لعب الأهلي اللي تم بيعه لفريق فيوتشر أحمد رفعت أحد نجوم البطولة العربية وأحد أبرز نجوم الدوري هذا الموسم وعمر كمان عبدالواحد كذلك أيمن السفاكسي لعيب مميز جدا وسريع للغاية لأنها محمد أيضا من لعبين المميزين بيبنوا عليه اللعب محمود شعبان ومحمد رضا وإنسينت أبل وفي الهجوم أحمد عطف دي قائمة فيوتشر قائمة مليئة بالنجوم المميزة أصحاب الخبرات الكبيرة في بطولة الدوري وده اللي حيصعب جدا جدا مباراة النهاردة ما بين الأهلي وفيوتشر وهي أحد أهم محطات الأهلي في بطولة الدوري بإذن الله اللي بيحاول الأهلي من خلالها أنه يستعيد هذا اللقاء تعالوا بقى نتكلم في الحكام لأنه ده أمر مهم جدا طاقم حكام مباراة اليوم حكم ساحة محمد الحنفي نتمنى له يا رب كل التوفيق وعايزين نفكر حكامنا أنه في حاجة اسمها تقنية بار يا جماعة بنفكرهم بس عشان ساعد في مطشط الأهلي كده بينسوها وإحنا بس نشكولها على الحاجلات بتاعة الأهلي لا الأهلي أو أي فريق إحنا عايزين العدالة حكم مساعد محمود أبو الرجال حكم مساعد تاني أحمد حسام حكم رابع شامل فلال وحكم فيديو محمود عشور ومساعد حكم فيديو محمود ناكي ده فيما يتعلق بمباراة اليوم في جميع الجوانب والأصعيد المختلفة نتمنى كل التوفيق للأهلي في هذه المباراة وإن شاء الله بإذن الله يكونوا ثلاث نقاط جديدة في مشوار الأهلي عشان يوصل لنقطة رقم 21 قبل مرحلة طويلة من التوقف بتوتي الدوري تحديدا هنروح بقى الفاصل بعد الفاصل نرجع نعيش كل الأجواء والكواليس اللي بتتعلق بالأهلي في مقر إقامته قبل هذه المباراة وملامح كمان تشكيل الأهلي في مباراة اليوم استنونا بعد الفاصل طيب عشان نتمن على فرقتنا بشكل أكبر وعلى كل الأجواء اللي بتصبق مباراة اليوم أمام فيوتشر هذه المباراة الهمة في بطولة الدوري خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز المميز في الحقيقة يا فاروق صلاح عشان نتكلم معه ولنا كل الكواليس اللي عنده في مطش النهاردة وقبل بدايته تحديدا يا فاروق أهلا بيك كل التحية لك أمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبإذن الله أمير يوم يكون مميز لفريق النادي الأهلي النهاردة وتخطى عقب الفريق فيوتشر طبعا في المباراة المؤجلة ضمن مؤجلات الأسبوع أو الجولة السابعة الدوري المصري الممتاز إن شاء الله يوم يكون مميز لفريق النادي الأهلي النهاردة أمير بإذن الله أفاروق بص بقى إحنا دلوقتي لسا أخذين السوبر واخدنا السوبر بسيناريو صعب فبالتالي الفرحة كانت كبيرة جدا جدا إزاي يقدر الجهاز الفني إنه هو يتعامل في المرحلة دي وبالتحديد قبل مباراة فيوتشر الفريق المميز اللي عنده عناصر قوية جدا جدا وأصحاب خبرات كبيرة وكيفية الخروج من حالة النشوة والانتصار ببطولة كبيرة والتأهيل النفسي قبل مباراة مهمة جدا النهاردة تختم بيها مرحلة مهمة قوي في بطولة الدوري فاحكي لي الكواليس طبقا لمعلوماتك وطبقا لاجتهادك المتعرف عليه دايما يعني يا أمير أنت تتركت لنقطة في غاية الأهمية وطبعا دي نقطة مهمة جدا يعني دايما بتبقى بعد أي بطولة بيحصل عليها فريق النهاردة اللي أنت عارف تعودنا خلاص أنت كل يوم بطولة كل يوم بيبقى فيه منافسة جديدة يعني كان الكابتن محمود الخطيف في كل جلسة لي في كل احتفالية مع اللعبين بيقولهم احنا بنبص البكرة وبكرة بتاعنا بطولة جديدة تحدي جديد بندخل فيه خلاص البطولة دي بتدخل خلاص يعني بزي نقول بالمتحف بتدخل المتحف خلاص بتضع فيه دولاب البطولات كم الخبرات اللي عند لعبة النادي الأهلي يعني النقطة المهمة اللي انت قطرتها يا أمير كباتن النادي الأهلي محمد الشناوي وليد سليمان رم ربيعة أيمن أشرف السلية المجموعة اللعبين اجتمعوا طبعا مع اللعبين وفيه جلسات جمعت ما بينهم ما بين اللعبين خلاص بنطوي صفحة السوبر والتتويج بي الكأس السوبر رقم 8 أيضا مستر بيتسو موسيماني وبالأمس أمير في المران الأهم والأساس الفريق لنادي الأهلي يعني وقت المحاضرة الفنية مستر بيتسو موسيماني كانت مع اللعبين يعني أكتر من 45 دقيقة يعني أطالة كثيرا في المحاضرة الفنية تكلم مع اللعبين على أهمية المرحلة القادمة تكلم على نقطة مهمة جدا تعرف أمير دايما نشوت الانتصار ما بتاخدناش قوي يعني دايما النادي الأهلي بعد كل انتصار بيشوف الإيجابيات ويشوف السلبيات كمان أهم من الإيجابيات مستر بيتسو موسيماني في اكتماعه مع اللعبين نركز على السلبيات اللي كانت في مباراة الرجاء وقال يعني ده سيناريو ممكن يتكرر نشوفه في الدور المحلي نشوفه في المباراة الأفريقية وأيضا احنا مغبولين على المعترك كأس العالم للأندية لكن تقدر تقول خلاص اللعبة يعني كم الخبرات اللعبة النادي الأهلي شخصيات لعبة النادي الأهلي مركزة جدا النهاردة يا مير يعني واضح على ملامح اللعبين التركيز الشديد في مباراة فيوتشر عايز يختم الفريق واللعبين طبعا المرحلة الحالية قبل الانطلاق اللي كأس الأمم الأفريقية بالفوز في السبع لقاب يعني ان شاء الله النادي الأهلي يفوز النهاردة تبقى قفلت مرحلة مرحلة مهمة جدا أيضا مستر بيتسو موسيماني عنده أرقام عايز حقاها يعني إلى جانب الفوز في المباراة يعني تقدر تتكلم منها لحد دلوقتي 21 انتصار بدون هزيمة ما شاء الله مع الفريق النادي الأهلي في آخر 21 مباراة محلية مستر بيتسو موسيماني عايز يحافظ على عزيل الأرقام عايز يزود عزيل الأرقام أيضا يعني النهاردة أمير وحنا موجودين في مقر رقامة فريق النادي الأهلي ملامح اللعبة اللعبة كلها مركزة في المباراة فيوتشر في تركيز يعني مش هنقول أمير التركيز الشديد اللي هو بيوصل مثلا للتأطور أو العصبية لا مستر بيتسو موسيماني يجتمع مع اللعبين قدر برضو أنه يعني يفك الأمور مع اللعبين كابتن سيد عبدالحفيز والكابتن سامي ودورهم مع اللعبين دور مهم جدا يا أمير جابتني يا أمير حمد الشناو ودور أكثر من راع من النقاط برضو أمير شو يعني كلمت في نقطة في غاية الأمية النهاردة عمر السلية خلص البرنامج التأهيلي بتاعه موجود النهاردة فوند أقامة اللعبين بيساند وبيأذر اللعبين واحد من اللعبة المميزة جدا في فريق النادي الأهلي عمر السلية كل لعب في النادي الأمير تقدر تقول عارف دوره وعارف الأمور يعني كل مرحلة متطلباتها كل مباراة ظروف النهاردة ان شاء الله يا أمير يكون يوم مميز للاعب في النادي الأهلي بإذن الله طيب طيب خليني يا فروغ أسألك في كام حاجة كده مهمة مين الأقرب لتعويض أيمن أشرف وعمر السلية في تشكيلة النادي الأهلي الأساسية النهاردة من خلال متابعتك بالتحديد لمران الأهلي الأخير مبارا أمير بالأمس طبعا مران بيستر بيتسو موسيماني يعني تقدر تقول جرب أكتر من طريقة هل يرجع لطريقة 4-2-3-1 أو يستمر على طريقة 3-4-3 بالأمس يعني تقدر تقول جرب الطريقتين وجرب يعني تقدر تقول أي مكان أيمن أشرف يعني تقدر تقول الأمر هي محسوم بالنسبة ليسر يسر إبراهيم بجانب بدر بنون ولكن هي النقطة بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني في هل هلعب 3-4-3 ولا 4-2-3-1 هل هدفع بيه محمد دهاني في مركز الزهير الأيمن ويكون أكرم بجوار ديانج أو يعني يلعب أفشا في مركز تمانية بجوار ديانج كلها أمور يشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني حالة الجهزية اللي عليها اللعبين وحالة التركيز اللي عليها اللعبين يا أمير مدي مستر بيتسو موسيماني حرية يعني أنت عندك مجموعة من اللعبين في النادي الآلي أيضا كريم فؤاد الذي ظهر بصورة أكثر من رأة الحالة أيضا التي كان عليها كريم فؤاد بالأمس في التدريب وفي الفترة الأخيرة تقدر تقول أنها برضو يدي الفرصة أننا ممكن أستغل كريم فؤاد واحد من الأوراق في اللقاء النهاردة برضو يا أمير أولا احنا بنتكلم على اللقاء تقدر تقول من كواليسنا برضو عرفنا أن فريق وإدارة نادي فيوتشر قررت أنها تقيم ممر شرفي للنادي الأهلي في هذا اللقاء طبعا بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي في لفتة طيبة شدت برضو يعني تواصلنا مع الإدارة مع اللعبية فيوتشر من المقرر أنهم يقيموا ممر شرفي لفريق النادي الأهلي في استقبال فريق النادي الأهلي النهاردة قبل انطلاق اللقاء طيب طهر محمد طهر طبعا معنويا الأمور بالنسبة له أكثر من رائعة يعني ما شاء الله عليه كان سبب رئيسي في فوز الأهلي بالسوبر هل هيتم استغلال هذه الحالة عن طريق البدء بطهر في المباراة بشكل أساسي ولا لسه الأمر ده لم يحسن بعد أو لم يتم يعني توضيحه بشكل أو بآخر طهر محمد طهر يا أمير وانت برضو من الأمور اللي انت كنت يعني فترة طويلة جدا موجود مع الفريق وعرف الكواليس اللي أنا هتكلم فيها طهر محمد طهر يعني فندق نقامة أول ما ينزل ويقابل بعض يعني المتوافدين الموجودين في الفندق أو المتوافدين على الفندق الجميع بيجري تصابق للتقاط الصور التسكرية مع طهر محمد طهر بتدي حالة معنوية عالية جدا لطهر محمد طهر استقبال الناس لي استقبال كل الموجودين في الفندق لطهر محمد طهر بدي يعني حاجة من رفع روح المعنوية بالنسبة لطهر محمد طهر محمد طهر تقدر تقول له يعني طهر وحالة التقلق العالية وحسين الشحات كلها أمور يعني بتضع مستر بيتسو مسماني في حيرة من أمره هل يبدأ بطهر محمد طهر بجوار محمد مجد أفشا وبرستاو محمد شريف وعبدالآدر تقدر تقول له أمير المجموعة كثير يعني تتكلم في عبدالآدر بتتكلم في طهر محمد طهر في حسين الشحات في بيرستاو في ميكي سوني في عمار حمدي اللعيبة كلها تقدر تقول له النهاردة مستر بيتسو مسماني واحدة من أصعب المباراة اللعيبة كلها مركزة الحالة الفنية العالية اللعبين ودي كانت برضو من النقاط المهمة جدا اللي النادي الأهل برضو أمير طالب أن هو يلعب مباراة بيرامدس برضو أميرا عايز على السياق المباراة عايز أقربك أيضا من معسكر فريق فيوتشر والتشكيل الأقرب من فريق فيوتشر لكابتن علي مير في أزل اللقاء هيكون محمود جنش في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين ساعد سمير ومحمد عبد المنان في اليمين عمر كمال عبدالواحد في الشمال جوزيف جوناثان اتنين في نص الملعب يكون غنام محمد وي كريم ندفيد قدامهم تلاتة أحمد رفعت ومحمد فاروق ومصطفى البدري ورأس الحربة أيمن الصفاقسي تقدر تقولي أن ده تشكيل بنسبة 99% المتوقع لفريق فيوتشر في هذا اللقاء كابتن علي مير طبعا نتكلم مع اللعبين على ضرورة التجاوز آخر هزمتين كان نطلقهم فريق فيوتشر أمام فريق الجيش بنتيجة واحد سفر أو فريق امبي بهدفين مقابل هدف يوم بقى فريق النادل أهل النهاردة برضو أمير اليوم كان تناول لعبين وجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية والنصف ثم المحاضرة الفانية المستر بيتسو مسماني كانت في تمام الساعة الرابعة والنصف المغادرة والتحرك إلى ملعب الأهلوية السلامة تكون في تمام الساعة السادسة أبشرك يا أمير أن كل اللاعبة مركزة إن شاء الله يوم يكون موفى لفريق النادل أهل النهاردة أمير بإذن الله فاروق أشكرك شكرا جزيلا زمالنا العزيز فاروق صلاح مرايس القناة الأهل من مقر إقامة الفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الفريق اليوم أمام فيوتشر قال لنا كل التفاصيل والكواليس التي تتعلق بالأهل قبل هذه المباراة نشكره شكرا جزيلا هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نتكلم شوي أيضا عن المباراة والتشكيل المتوقع واللي تقال كمان على الأهل في الحسابات الرسمية على السوشيال ميديا استنونا يلا أهلا بحضراتكم من جديد تعالوا نشوف اللي تقال على الأهل في السوشيال ميديا وأبرز الحسابات الرسمية المختلفة وبالتحديد قبل مباراة اليوم أمام فيوتشر فهنبتدي بحساب يلا كورة واللي بيتوقع تشكيل الأهل في مباراة اليوم ويقولوا أن المسلمان يفضل بين رامي الربيع ومحمد هاني لتعويض غياب عمر السلية في وسط الملعب أي أن كان رامي أو محمد هاني ما أعتقدش أنهما هيبقوا في وسط الملعب يعني محمد هاني حيلعب فأقرم هو اللي حيخش وسط الملعب ده في حالة لو هو حيلة بأربعة تلاتة تلاتة زي ما هي مرسومة كده في الصورة بتاعت يلا كورة لكن لو حيلعب تلاتة أربعة تلاتة فبالتالي ممكن يكون محمد هاني كمساك تالت في الخطة اللي احنا متعودين نشوف بيها الأهلي بالجوار طبعا ياسر وبدر بنون أو رامي ربيع لسه برضو هنشوف إيه اللي حيتم الاستقرار عليه خلينا أقول لكم برضو تشكيلهم المتوقع محمد الشناو في حراس المرمى ياسر إبراهيم وبدر بنون وعلي معلول وأكرم توفيق أليو ديانج حمدي فاتحي ربيع أو محمد هاني بيرسي تاو أفشا وحسين الشحات أنا أتوقع أن يتم استغلال الحالة المعنوية عند طاهر ويلعب على حساب حسين الاتنين طبعا أكفاء جدا هتشوفهم سماني هيختار إيه نروح لحساب في الجول وبرضو بيتوقع تشكيل الأهلي في مبارات اليوم في مفضلة كمان ما بين شريف وعبد القادر في الهجوم أعتقد لو حيلعب بمهاجم صعب أن عبد القادر يكون هو المهاجم لأن عنده قدراته ما شاء الله عليه لعيد جمد جدا في وسط الملعب بتكون أحسن سواء كصانع ألعاب يعني أو لو وسط الملعب متأخر فتشكيل في الجول المتوقع محمد الشنان في حرص المرمى في خط الدفاع أكرم التوفيق ياسر إبراهيم بدر بنون علي معلول في الوسط حمد فاتحي أليو ديانج في الهجوم محمد مجدي أفشا بيرسيتا وحسين الشحات محمد شريف أو أحمد عبد القادر خلينا نترقب ونشوف أين كامل اللي هلاب إحنا طبعا إن شاء الله واسقين في الكل إن شاء الله يعني يكسبوا النهاردة ويجيبوا ثلاث نقاط جديدة للنادي الأهلي في مشواره في طولة الدوري نروح كمان لحساب الأهرام على تويتر ويقولوا إن فيه تمن غيابات للأهلي النهاردة الغيابات بتتمثل في مين؟ بتتمثل طبعا في عمر السلية وده غياب مؤثر وشوفنا مدى تأثير غياب السلية في المبارات السوبر في الحقيقة محمود متولي غياب طبيعي بسبب الإصابة هو موجود في قطر عشان بيعمل التأهيل بتاعه أيمن أشرف للإجهاد بيغيب برضو واستبعاد كل من قهربة وليد سليمان حسام حسن صلاح محسن محمد محمود لأسباب فنية دي غيابات النادي الأهلي في مبارات اليوم خلينا كمان ناخد خبر من الوطن سبورت واللي بيقولوا إن فيه تلت تحديات تنتظر الأهلي في لقاء فيوتر أبرزها استعادة الصدر أنت دلوقتي الزمانك كمان متصدر بس الزمانك لعب مطشين زيادة عنك قبل مطش النهاردة أنت ما هتلعب حيفضل الزمانك لعب مباراة زيادة عنك الزمانك لعب 8 مطشات أنت بإذن لما تلعب النهاردة بإذن لك كمان تكسب فيوتر هبقى مباراة رقم 7 عليك حتى تصدر بفارق نقطتين على الزمانك ولسه ليك مباراة كمان مؤجلة ده التحدي الأول أن أنت توصل إن شاء الله لنقطة رقم 21 التحدي الثاني من خلال طبعا حساب الوطن سبورتو وبتكلموا في أن الأهلي حيحاول يتغلب على طموحات فريق فيوتشر اللي عنده مديل فني مميز وعنده عناصر جيدة جدا من اللاعبين واللي آخر مطشن تعرض للهزيمة وعنده سبع نقاط بس فده حيصعب أيضا المأمورية وده التحدي الثاني بالنسبة لنادي الأهلي باتطفق معهم تماما التحدي الثالث وهو أن أصحاب الرداء الأحمر حيحاولوا يتجاوزوا نشوة التتويج باللقب السوبر وده جزئية مهمة جدا كلمنا عنها إن شاء الله الأهلي يكون ناجح في كل هذه التحديات وبإذن الله يفوز في مباراة اليوم نروح لحساب يلا كورا واللي بيقوله أزمة داخل منتخب مصر بسبب تأجيل لقائل الأهلي وبيراميز الموضوع ده في الحقيقة موضوع شائق شوية لأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميز ده تبقى اللوايح الدولية يوم 27 ده بداية الأجندة الدولية فاللعيبة الدولية ستروح لمنتخبات بلادها مثلا من الأهلي عندك لو بدر بنون تم اختياره لأنه فيه تقارير مغربية بتقوله حيتم اختيار بدر بنون في المنتخب المغربي رغم اللي ما تمش إعلان اسمه في قائمة المبدئية للمنتخب المغربي عندك عالي معلول وقلي جانج تمام؟ بخلاف إيريك تراوري مع بيراميز فبالتالي لو ويح كلها بتقول لا خاص ما يفعش تلعب المباراة فالمباراة أجلية لكن الموضوع الثاني إيه؟ إن المنتخب حيفضل من غير مباراة ودية كل اللعيبة الدولية في الدوري المصري المنتخب مصر من غير أي احتكاك لحد أول مباراة لك أمام ناجيريا فده حيصعب شوية حالة الانسجام بالنسبة للمنتخبنا الوطني وهي بصراحة جزئية غاية في الأهمية نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع ناخد آخر فقرات الحلقة ستنون بشكل سريع جدا ناخد تفاعل وحيد لتوقع لتشكيل مباراة اليوم وهو عبد الرحمن مجدي وده بسبب دوك الوقت قال الشيناو في حرس المرمى معلول أيمان أشرف ربيعة هاني ديانج حمدي فاتحي مجدي أفشة طهر حسين الشحات محمد شريف وباية التشكيلات المبعطان يعني قريبة شوية من هذا التفكير وهذا التوقع يعني في كل أحوالنا أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة اليوم إن شاء الله سلاسة نقاط جديدة في مشوارة بطولة الدوري وبإذن الله واحد أحد بكرة نبارك لبعض في حلقة جديدة من التريند سلام